ربما كانت صورة الكلاسيكية والتقليدية للجهاز الأمني أنه جهاز تعسفي جهاز منغلق جهاز لا يتواصل ولكن اليوم لاحظنا كيف أنه في محطات عديدة كيف أنه من خلال توظيف كل وسائل التواصل بما فيها وسائل الإعلام اللي هي متاحة تقليدية وسائل الإعلام العمومية وسائل الإعلام سواء المسموعة أو المرئية أو الرقمية وكذلك توظيف أيضا حتى وسائل التواصل الاجتماعي لربما أن المواطنين بطبع الحل يليجون إليها بشكل كبير جدا تحولت مؤسسة الأمن في المغرب من جهاز منغلق على المجتمع منذ ستينيات القرن العشرين وقتما غمرت في صراعات مع فئات وشرائح اجتماعية واسعة لسنوات قليلة بعد الاستقلال إلى مؤسسة منفتحة بشهادة الجميع مؤسسة تتواصل عبر وسائل التواصل الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي تصدر البلاغات وترد على المعلومات المنتشرة بسرعة كبيرة لم تعود المؤسسة منذ عقدين من الزمن على الأقل مؤسسة صماء أمام مطالب وتظلمات الشعر بل بنت جسور تواصل إنسانية خلفت حالة من الرضا لدى المجتمع المغاربي